السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو سأقوم بشرح تدريبات الدوسية على قاعدات المجرد والمزيد طبعا يا سادس كما تعودنا يكون الحال على الدوسية طبعا صفحة 44 وصفحة 45 طبعا شرحت سابقا بالتفصيل في حصة الزوم وفي الفيديوهات السابقة المجرد والمزيد واتفقنا يا سادس أن نقوم بالحال حسب الخطوات بالترتيب اتفقنا على الخطوات بالترتيب بالنسبة للتدريب الأول يا سادس مطلوب صنف الكلمات الآتية إلى مجردة ومزيدة واتفقنا كخطوة أولى بالحال أن نحدد هل هذه الكلمة اسم أو فعل طبعا وشرحنا سابقا كيفية التمييز بين الاسم والفعل طبعا في البداية بالنسبة للكلمة الأولى وهي يلعب في البداية يا سادس هل يلعب هي فعل أم اسم مباشرة يلعب هي عبارة عن فعل تمام الخطوة الثانية هل لدينا هنا ضمائر متصلة تأنيت ساكنة حروف نصب أو جزم أو غيرها من هذه الأمور حتى نقوم بحذفها لا ما بيوجد معناته بالروح على الخطوة اللي وراها اللي هي نأخذ الماضي إذن إحنا اتفقنا إنه إذا بدك تحل أو تحكم عليه إنه مجرد أو مزيد احذف الضمائر المتصلة وتأنيت الساكنة وهي الأمور لأنها مش من حروف الزيادة وإيش بتعمل كمان إنه نأخذ الماضي يعني إذا كان عندي مضارع أو أمر شو بنعمل يا سادس شو بنعمل يا سادس بهاي الحالة نقوم بأخذ ماذا؟ نقوم بأخذ الماضي كما اتفقنا إذن نقوم بأخذ الماضي كما اتفقنا طيب يلعب هي عبارة عن مضارع إيش الماضي طبعه؟ اللي هو لعبة هون بحكم عليه بعد ما عملت هذه الخطوات كلياتها بحكم عليه هل هو مزيد أو مجرد ركزه كتير منيح معي يا سادس خلينا نركز هون أكتر طبعا يا سادس بالنسبة ل بالنسبة لها لعبة أول إشي لعبة هل جميع الحروف أصلية ولا في عندي حروف زيادة لو حذفتها في هذا الفعل يعني هاي الحروف الزيادة لو حذفتها ما بيخرب المعنى أو ما بيختل ولا كل حروفه أصلية لو حذفت أي حرف رح يختل المعنى جربوا عندي حرف اللام لو حذفتها بتصير عب معناته اللام أصلية اختل المعنى لما حذفتها جربوا العين شو بتصير لب معناته العين أصلية لما حذفتها شو صار يا سادس اختل المعنى جرب الباء بتصير لا معناته الباء أصلية لما حذفتها شو صار يا سادس اختل المعنى معناته هذا الفعل مجرد لأنه كل حروف وشمالها أصلية لأنه لما حاولت أحذف أي حرف من حروف هذا الفعل شو صار عندي هون يا سادس اختل المعنى خرب المعنى وانتبه هون زي ما حكينا سابقا هذا الفعل مجرد بتكون من ثلاث حروف فعل ثلاثي مجرد يعني أنا لما حكمت على يلعب هل هي أنا بجيب لك بالسؤال هل يلعب مجرد أو مزيد بتعمل هالخطوات بعدين بتحكي لي هي مجرد ولا مزيد تمام لازم تمجي على الخطوات معناته يلعب هي مالها فعل مجرد إذن يلعب هي عبارة عن شو يا سادس فعل مجرد طيب خلينا نروح على طبعا هذا مجرد بتكون من ثلاث حروف أصلية لأنه تفاقنا يمكن يكون المجرد بتكون من أربع حروف أصلية خلينا نشوف هنا جالسة جالسة هي عبارة عن فعل جالسة هي عبارة عن فعل تمام طيب كملوا معي سادس جالسة عبارة عن فعل هل في عندي ضمائر متصلة تأنيد ساكنة حروف نص بي ancestors用 هذا الطفاق للحروف الامورkea wrap eyes ياده لهيك حل عليه لما يكون ماضي طب هون معتيني اياه جالس وخلص يعني معناته هون شو رح تكون هاي فعليا الفعل عندي هون ماضي طيب هلا هون روح على الخطوة اللي وراها بدكم تحكموا عليه هل هو مجرد او مزيد طيب هذا الفعل بيحتوي على حرف او اثنين او ثلاثة مثلا لو حذفتهم المعنى ما بخرب ولا كل حروفه اصلية ما بستطيع اني استغني عن حرف تعالوا نجرب خلينا نحذف حرف الجيم شو بتصير الاسا اختل المعنى معناته الجيم هو حرف اصلي طيب تعالوا احذفوا الالف شو بتصير جلسة طب انا لما حذفت الالف ما اختل المعنى لستها بتدور بنفس المعنى معناته هون الالف حرف زيادة معناته انت مباشرة رح تحكيلي هذا الفعل ما يمس مية بالمية مزيد طبعا انت بدك تكمل عشان تتأكد هو مزيد بحرف ولا اثنين ولا ثلاثة خلينا نتأكد طيب عندي عندي حرف اللام لو حذفته شو بتصير جاسة طب انا لما حذفت اللام شو صار يختل المعنى معناته اللام حرف اصلي تعال جرب السين السين شو بتصير جالة طب انا لما حذفت السين يختل المعنى تو السين حرف اصلي معناته هذا الفعل مزيد مزيد بحرف اللي هو شو طبعا مزيد بحرف اللي هو حرف الالف معناته مباشرة بتحكملي عليه انه فعل مزيد طبعا انا طالبة منك بالسؤال بس تحكيلي هو مزيد بس انا طالبة منك بالسؤال تحكيلي هل هو مزيد ولا مجرد فخلص بس يعني بتكتب لي فعل مزيد او فعل مجرد طبعا كيف عرفت انه مزيد لانه في عندك حرف هون لما حذفته شو صار ما اختل المعنى او ما اخرب المعنى اللي هو حرف الالف لما مسكته حذفة حرف الالف ما اختل المعنى او ما اخرب المعنى فهذا الفعل مزيد مزيد بشو طبعا يا سادس احب احكيكم يا لهي مزيد بحرف الهو حرف الالف تقدر تكمل تكتب فعل مزيد بحرف الهو حرف الالف أو خلص فعل مزيد طبعا تبهوا هو عنده هون ثلاث حروف أصلية اللي هي جلسة الجيم واللام والسين يعني هو فعل ثلاثي أصله ثلاث حروف وزدنا عليها حرف ومجرد ما يكون فيه عندك حرف زيادة حرف زيادة مثلا يمكن يجي اتنين أو ثلاثة بس مجرد ما عندك حرف مباشرة أي إشي حرف زيادة بيكون مباشرة بتحكم عليه أنه هو مزيد أما كان كل حروف وما بتصطيع تستغنى عنها بتحكم عليه أنه مجرد معناته هاد عندي ثلاثي يعني أصله ثلاث حروف وزدنا عليها حرف معناته هاد ثلاثي مزيد بحرف الألف طيب الروح لا الكلبة التي تليها وهي اجتهده هل اجتهده اسم أنفعل اجتهده يا سادس هي عبارة عن فعل ممتاز عندي ضمائر متصلة تأتني الساكنة وهذه الأمور حتى أحذفها لا ما في عنا امشي على الخطوة اللي وراها هل نأخذ الفعل الماضي اجتهده ماضي اه اعطاني يا ماضي وجاهز ممتاز شوفوا هنا مجهزني مجرد أو مزيد طب هون أنا عندي هل هذا الفعل كل حروفه أصلية ما بستطيع أحذف منه ولا حرف ولا ممكن هذا ولا ممكن هذا الفعل بيحتوي على حرف أو اثنين أو ثلاثة لو حذفتهم ما بيختل المعنى يعني هم زيادة طب تعالوا خلينا نجرب ركزوا منيح معي في اجتهده اجتهده ركزوا لو حذفت هاي همزة الوصل اللي اجت عندكم في البداية هايها شايفينها همزة الوصل مثلا ولو حذفت فرضا الجيم شو بتصير تهده اختل المعنى طيب لو جربوا لو حذفت مثلا همزة الوصل هاي الجاي عندكم في البداية وحرف التاء فرضا شو بتصير جهده طب عادي ما هي جهده ما هي أصلها اجتهده هي أصلها جهده يعني ممكن تيجي عندك اجتهاد ما هي أبرده نفس الاشي من جهده معناته بتكتشف انه همزة الوصل وايضا حرف التاء شو ما لهم هم يعبار انهم زيادة ليه لاني لما حذفتهم المعنى ما اختل طيب جرب احدف للجيم او الهاء او الدال جرب ضلك لفدور من هو لبكرة الصبع ما رح يزبط معك لا تحذف لا الجيم ولا الهاء ولا الدال لانهم حروف شو لانهم حروف اصلية اذا الجيم والهاء والدال هم الحروف الاصلية وهمزة الوصل والتاء هم حرفين اشمالهم زيادة لمن حذفتهم المعنى ما اختل معناته مباشرة هذا الفعل رح يكون شو فعل مباشر رح احكم عليه انه مزيد اذا بتكم اكتبوا انه هو فعل مزيد طبعا بكم بحرفين اللي هم همزة الوصل هاي هاي اللي جاي في البداية والتاء همزة الوصل طبعا هاد فعل ثلاثي مزيد بحرفين اصله ثلاث حروف اللي هم جاهدة وزيدت عليه حرفين زيدت عليه حرفين هي همزة الوصل والتاء اذا هذا الفعل مزيد بحرفين هي همزة الوصل والتاء او فعل ثلاثي مزيد بحرفين طيب خلينا نكمل يا سادس قرأته لدينا هنا قرأته هل هاي اسم ولا فعل باللاحظ انه قرأته هي عبارة عن فعل طيب عندي ضمائر متصلة وهاي الامور حتى احذفها نعم اللي هي عندي قرأته وعندي هاي التاء المتحركة احذفوها لانها ضمير متصل شو صار قرأة روح الخطوة اللي بعدها لانه طبعا مش من حروف الزيادة تعتبر تعالوا على الخطوة اللي بعدها انه ناخد الفعل الماضي اذا خلينا نرجع على الخطوة اللي بعدها اللي هي شو بدنا نعمل بدنا ناخد الفعل الماضي اذا امشوا على الخطوة اللي وراها شو صار بس عنا هون نمشي على الخطوة اللي وراها اللي هي شو بدنا نعمل ناخد الفعل الماضي طيب قرأة اعطاني اياه هون ماضي وجاهز اذا قرأة اعطاني اياه ماضي وجاهز ممتاز اعطاني اياه هون ماضي وجاهز طيب هل هون جميع حروفه اصلية ولا في عندي هون حرف او اثنين او ثلاثة لو حذفته معادي المعنى ما بيختل معنى ما بيخرب جرب ولو حذفت القاف بتصير رأ معناته القاف اصلي حذفت الرأ بتصير قاء معناته الرأ حرف اصلي لو حذفت الهمزة شو بتصير قر معناته الهمزة حرف اصلي معناته هاد كل حروف وشو ما لها اصلي معناته مباشرة هذا الفعل مجرد ما بيحتوي على طبعا مجرد انتبهوا مجرد ثلاثي يعني ثلاث حروف اصلية اذا انتبهوا أنه ما بيحتوي ولا على أي حرف لو حذفته المعنى ما بيختل ما في أي حروف زيادة مباشرة بحكي عنه مجرد تعالوا على الكلمة التي تليها وهي تراجعة تراجعة هي عبارة عن ماذا يا سادس تراجعة هي عبارة عن فعل ممتاز طيب هل في عندي ضمائر متصلة تأمية الساكنة وهذه الأمور حتى أحذفها لا روح على الخطوة الوراها نأخذ الفعل الماضي طبعا هون أعطاني يا ماضي وجاهز تراجع وخلص ممتاز طيب نروح على الخطوة الوراها بدي أحكم هل هو مجرد أو مذيب هل هون عندي حرف أو اثنين أو ثلاثة لو حذفتهم مثلا المعنى ما بيختل ولا هون جميع الحروف أصلية لو حذفتها المعنى بيخنب خلينا نجرب تراجعة مثلا لو حذفت مثلا حرف التاء بتصير راجعة عادي ما اختل المعنى معنات التاء زيادة جربوا احذفوا الراء بتصير تاجعة اختل المعنى صح ولا لا اختل المعنى تمنتون الراء هون أصلية جربوا احذفوا بالله هاي الألف شو بتصير بتصير مثلا رجعة جربوا احذفوا مثلا التاء والألف شو بتصير رجعة طب لما حذفت التاء والألف ما اختل المعنى عادي ما اخرب المعنى معنات التاء والألف هون شوية سادس زيادة طب جرب مثلا احذف الجيم والعين بتصير ترى اختل المعنى خرب صح ولا لا جرب مثلا احذف لي التاء والراء اختل المعنى بتصير أجع معناته هون الحرفين اللي حذفتهم اللي هم التاء والألف لما حذفتهم ما اختل المعنى رجعة معناته هذا الفعل بيحتوي فعل مزيد لأنه بيحتوي على حرفين زيادة اللي هم من عندي حرف التاء والألف فهذا هو أصله ثلاث حروف رجعة وزدت عليه حرفين زيادة اللي هم التاء والألف معناته هالثلاثي مزيد بيشو بحرفين شو هم الحرفين اللي هم التاء والألف يا سادس تعالوا على استخرجة إذن منجرد ما بيحتوي على حرف أو اثنين أو ثلاثة زيادة مباشرة بتحكي عنه انه مزيد كل حروف وما بتستطيع تحذف ولا واحد منها تحكي عنه انه شو تحكي عنه انه مجرد هون عادي لما جربت احذف فيه تراجعة التاء والالف عادي ما اختل المعنى معناته بانه بيحتوي على حروف لما حذفت ما اختل المعنى وتمباشرة احكي عنه مزيد طيب تعالوا هون على استخرجة استخرجة يا سادس هل هي فعل ام اسم فعل طيب فين الضمائر منتصل وتأنيت ساكنة وهي الامور حتى احذفها لا خد الماضي اعطني يا ماضي وجهز شوفه هنا مجهز لي يا طيب تعالوا على الخطوة الوراها بدك تحكم هون هل هو مجرد او مزيد طيب يا سادس هل انا هون في عندي هل هون يا سادس في عندي حروف لو حذفتها مثلا المعنى ما بختل او المعنى ما بخرب دعالوا نجرب هلاء هون لو اجيت ركزوا معي منيح لو جربت احذف همزة الوصل هاي في البداية عندكم والسين والتاء لو جربت اني احذفهم لاحظوا هون طبعا انتبهوا انا بحكي لكم بكتب لكم هون فعل مزيد او مجرد لانه طالب بسؤال بس صنف الكلمات احكي لي مجرد او مزيد ما حكيت لك حدد لي شو حروف الزيادة ما شلو طلبت لك حدد الحروف الزيادة بتكتب لي ياهم بس اذا حابت تكتبهم الزيادة انا حكيتهم بشكل شفوي طبعا هون استخرج يا سادس لو جرب احذف همزة الوصل طبعا انتو بتعرفوا يمكن يكون مزيد بحرف او اثنين او ثلاثة مش شروط دائما اللي زيادة حرف يمكن يكون اثنين او ثلاث حروف عادي يعني لو اجيت حذفت مثلا يا سادس جربوا احذف الخاء والراء والجيم بتصير اختل المعنى خاء خربت تماما طب جرب مثلا احذف لي همزة الوصل والسين والتا شو بتصير خرجها طب لما انا حذفت همزة الوصل والسين والتا ما اختل المعنى ما اخرب المعنى عادي معناته صارت عادي خرجها لساتها بتدور عا نفس المعنى معناته هذا الفعل بيحتوي على حروف لما حذفتها المعنى ما خرب معناته رح احكم عليه مباشرة انه هو فعل مزيد ليه فعل مزيد لانه بيحتوي عندي هون على ثلاث حروف لما حذفتها المعنى ما خرب اذا بتلاحظوا هون انه هو فعل مزيد بثلاثة حروف اللي هي همزة الوصل والسين والتا هو بنحكي عنه هون ثلاثي مزيد بثلاثة حروف ليه طبعا لأنه أصله خرجه أصله ثلاث حروف زدت عليه كمان ثلاث حروف تمام يا سادس طيب خلينا نروح على اللي بعده اللي هو أعلن طبعا هذا السؤال كتير طويل عندي هون أعلن هل هي فعل أم إسم أعلن هي عبارة عن فعل ممتاز طيب بروح لعندي ضمائر منتصلة وتأتي أين ساكنة وهذه الأمور حتى أحذفها لا ما عنا هون تمام نروح الخطوة الوراها نأخذ الفعل الماضي طيب نأخذ مباشرة شو يا سادس الفعل الماضي طيب هون أعطاني يا ماضي وجاهز أعلن هون مجهز لي يا معطيني يا إنه ماضي ممتاز هون الأمور ماشية تمام طيب روح على الخطوة الوراها هل هذا حددولي هل هذا الفعل مزيد ولا مجرد جربه هل في عندي هون حروف لو حذفتها المعنى ما بختل هل في عندي هون حروف لو حذفتها المعنى ما بخرب جربه ولا كل الحروف هون أصلية لو حذفت واحد منهم بختل للمعنى خلينا نجرب لو حذفت هاي همزة القطع اللي عندكم في البداية لو حذفتها شو بيصير علنا؟ طيب عادي باختل للمعنى لساتنا بندور بنحكي ع نفس المعنى معناته هون باكتشف انه همزة القطع او انا هون هاي الهمزة لما حذفتها المعنى ما اختل معناته مباشرة مباشرة بحكي لكم انه هذا الفعل مزيد ليش هذا الفعل مزيد؟ لانه احتوى على حرف لما حذفته المعنى ما اختل و احنا اتفقنا بكون مجرد الكل حروف وأصلية يعني أنت ما بتستطيع تحذف نهائي أي حرف من حروفه لأنك إذا حذفت أي حرف شو رح يصير رح يخرب المعنى رح يختل المعنى أما المزيد إذا أنك حذفت مرات حرف منه أو حرفين أو ثلاثة حروف المعنى بظل زي ما هو ما بخرب ما بختل طيب معناته أنت هون لما حذفت الهمزة من همزة القطع هاي ما اختل المعنى معناته هاي الهمزة اللي هي همزة القطع زيادة معناته مباشرة بتحكم عليه أنه فعل مزيد بس انت تكمل حتى تتأكد أنه بس هي همزة القطع الزيادة ولا لسه فيه عندك كمان زيادة يعني هون عندك مثلا إحذف العين بتصير ألن اختل المعنى العين أصلي إحذف اللام شو بتصير أعن اللي هي هون اختل المعنى صار معنى ثاني طيب إحذف النوم بتصير أعن اختل المعنى معناته هون العين واللام والنون أصليات وهمزة القطع هي زيادة معناته شو بحكي عنه هون هذا فعل مباشرة شو فعل مزيد خلينا ننتقل للكلمة التي تليها يا سادس وهي درسه ركزولي هون على درسه هل هي اسم ام فعل هي عبارة عن فعل تمام الخطوة اللي بعدها هل عندي ضمائر متصلة تأتني ساكنة حروف نصب وجزم وهي الامور كلياتها حتى اقوم بحذفها نعم في عندي اللي هي يمين اللي هي هالضمير متصل واو الجماعة احذفوا يا سادس اعمل هيك خط اشطب عليه او اكتب زي ما انا بعمل بحذف لانها اصلا مش من حروف الزيادة ما تخربط هاي ما بعتبرها من حروف الزيادة لهيك انا حكيت لكم دائما احذفوها عشان ما يصير عندكم تداخل بالمعلومات وما يصير عندكم خربطة ويطلع معاكم الحل صحيح طيب خلينا نمشي على الخطوة اللي بعدها انك تأخذ الفعل الماضي درسها اعطني اياه ماضي وجاهز الامور تمام هلا هون بعد ما عملت هاي الشغلات احكم لي هون درسها هل هي مجرد او مازي يتجرب لو اجيت هون مثلا انا لو اجيت على درسها وحاولت احذف اي حرف رح يختل المعنى اجرب حذفت الدال بتصير راس اختل المعنى حذفت الراء بتصير داس اختل المعنى حذفت السين بتصير دار اختل المعنى معناته هون يا سادس هذا الفعل شو بحكم عليه بانه مجرد يعني كل حروف واصلية ما بتستطيع نهائيا انك تحذف اي حرف ومجرد ما حذفت اي حرف المعنى بخرب بتغير بختل تمام نعناته هده بتحكم عليه انه فعل شو انه فعل مجرد امشي على الخطوات حتى ما تخربط اذا لازم نمشي على الخطوات حتى ما يصير في عنا خربطة طبعا اذا هده فعل مجرد وانتبهوا مجرد ثلاثي يعني بتكون من ثلاث حروف يعني لما اجيب لك بالامتحان درسه مجرد ولا مزيد بدك تحط اللي عليها مجرد كيف عرفت انها مجرد من خلال هاي الخطوات اللي حكيت لك اياها طبعا هاي ووجهة ما بعتبرها من حروف زياد انتبهوا لهيك حكيت لكم احذفوها خلينا نروح على استفهمة يلا يا سادس بالنسبة لستفهمة هل هي فعل ام اسم استفهمة هي عبارة عن فعل ممتاز الامور هون 100% فعل طيب خلينا نروح على اللي بعدها هي عبارة عن فعل طيب عند ضمائر متصلة تأدأني الثاكنة وهاي الامور حتى احذفها لا ما عندي روح الخطوة الوراها خذلي الفعل الماضي هل استفهمة اعطني يا ماضي وجاهز تمام هنا مجهز يا هون بدك تحكم هل هو مزيد او مجرد هل في عندك هون حروف لو حذفتها المعنى ما بخرب هل في عندك هون حروف زيادة لو حذفتها المعنى ما بختل او ما بخرب ولا هون كل الحروف اصلي لو حذفتلك اي حرف رح يختل المعنى جرب معي انتبه هون في عندي استفهمة لو حذفت فرضان الفا والها والميم فرضا ماشي بتصير اختل المعنى طيب لو اجيت مثلا هذفت اللي هون همزة الوصل هاي جا عندك في البداية والسين مثلا والتا شو بتصير فهمة طب عادي ما اختل المعنى ما اخير بلساتها نفس المعنى معناته هاده مباشرة الفعل بتحكي لي عنه انه هو مزيد كيف عرفت مزيد لانه هون شوفه بيحتوي على ثلاثة حروف لما هذفتهم شو صار ما اختل المعنى بيحتوي على حروف زيادة لما هذفته ما اختل معنى مباشرة مزيد مزيد بكم حرفية سادس بثلاثة حروف اللي هم همزة الوصل والسين والتاء يعني بنحكي عنه هو ثلاثي مزيد بثلاثة حروف ليش ثلاثي؟ لأنه أصله ثلاث حروف حروفه الأصلية اللي هي الفا والها والميم فهمة؟ أصله ثلاث حروف وإنت أجيد زدت عليها كمان ثلاث حروف يعني اللي أنت ما بتستطيع تحذفهم بالمرة لو شو ما صار لهم ثلاث حروف اللي هم الفا والها والميم فهمة؟ إذن هاد فعل ثلاثي مزيد بثلاثة حروف اللي زيادة هون تلت حروف اللي هي همزة الوصل والسين والتا طيب تعال على الكلمة التي تليها وهي وسوسة إذن وهي وسوسة طبعا يا سادس بالنسبة لا وسوسة هل هي فعل أم اسم وسوسة هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن فعل وسوسة طيب هل هذا الفعل بتصل ضماء المتصلة تأتنيتها الأمور؟ لا لو هاد كان حدفناها تمام خذ الماضي أعطاني يا ماضي وجاهز وسوسة وخلص تمام ممتاز طيب يا سادس هل هذا مجرد أو مزيد؟ هل في عندي هون حروف بس استطيع أني أحذفها والمعنى ما يخرب أو ما يختل؟ جربوا لو حدفت الواو بتصير سوس نفسها لا طبعا معناته الواو حرف أصلي جرب احذف السين بتصير وس معناته هون السين أصلي اختل المعنى جرب احذف الواو بتصير وسس اختل المعنى طيب جرب احذف السين وسو اختل المعنى معناته هذا الفعل بحكم عليه أنه هو مجرد لأنك لما تحاول تحذف أي حرف من حروف هذا الفعل شو بيصير؟ بختل المعنى كل حروف أصلي ما بتقدر مهيئا أنك تحذف أي حرف معناته هذا بتحكي عنه مجرد انتبهوا هذا بنحكي عنه فعل رباعي مجرد يعني بيتكون من أربع حروف أصلية لأنه حكي أنا يمكن يكون عندكم ثلاثي مجرد يمكن يجي عندكم رباعي مجرد يعني ثلاث حروف أصلية يمكن يجي عندي أربع حروف أصلية طبعا يا سادس إن شاء الله بالنسبة لتكملة الحل سوف تكون في الفيديو التالي ترجمة نانسي قنقر